السلام عليكم عزائي طلبة عوني حاسوبة ملت كنوب تمام صحة والعافية مرحبا بكم في فيديو جديد من مادة التشفير بهذا الفيديو رح نتكلم عن الهيل سايفر ورح نشرح بالتفصيل طريقة التشفير وفك التشفير باستخدام هذه الشفرة بداية عزائي طلبة تعتبر شفرة هيل هي أول شفرة تتعامل فيها مع ثلاث حروف في نفس الوقت ويمكنك أيضا التعامل مع عدد أكبر من الأحروف أو أقل وتعتبر من الشفرات متعددة الأبجدية التي أخذناها سابعة اختراعة سنة 1929 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مخترعها العالم لستر هيل أيضا هي تعتمد في عملها على جبر الخطي المصوفات ويجب أن تباه جيدا عزائي طلبة حيث تتميز هذه الشفرة بالتعامل مع المصوفات عن الشفرات الأخرى لكي تستطيع التشفير بها يجب أن يكون لديك أساسيات التعامل مع المصوفات وضرب المصوفات بالذات وأيضا تحتاج شفرة هيل عزائي طلبة إلى كلمة مفتاحية كيورد وهي عبارة عن كلمة يتم تحويل أحرفها إلى أرقام حسب تسلسل كل حرف في الأبجدية حيث يبدأ التسلسل بصفر ليأخذ حرف زي مثلا في الأبجدية الإنجليزية القيمة 25 وسنشرح هذا لاحقا في الفيديو معلومة تشفير عزائي طلبة الخاص بهذه الشفرة C التي هي Cypher Text حتى نقوم بحصول على نص مشفر نقوم بعملية Encryption للBrain Text عملية تشفير للنص الاعتيادي وتتضمن هذه العملية ضرب المفتاح الكي في البلين تيكست مضروبا في مود الان عزائي طلبة لو لاحظنا وتمعنا في هذا القانون سوف نجد أنه هو نفسه القانون المستخدم في شفرة Multiplicative Cypher التي أخذناها سابقا في القناة إذن ما الفرق بين هذه الشفرة وتلك الشفرة في حال أنهم يستخدمون نفس قانون التشفير الفرق عزائي طلبة أن هذه الشفرة تتعامل مع المصوفات وشفرة Multiplicative تتعامل مع الأعداد الصحيحة الخطية إذن قانون فك التشفير عزائي طلبة الخاص بهذه الشفرة أيضا هو نفسه قانون فك التشفير الخاص بشفرة Multiplicative P يساوي Decryption لCypher Text Key Inverse مضروبا في Cypher Text وبالتالي مضروبا في مود الان حيث كما قلنا سابقا أن الان هو عدد حروف الأبجادية المستخدمة في السؤال وغالبا سيكون 26 لأنه غالبا نحن نستخدم الأبجادية الإنجليزية طريقة التشفير عزائي طلبة لشفرة الهيل سايفر يجيني الآن السؤال يقل لي أني كربت قم بتشفير النص التالي اللي هو جملة أتاكناه باستخدام الهيل سايفر عندما يكون المفتاح كلمة هذا الآن عزائي طلبة الثاني نص احتياتي وانطاني نوع الشفرة اللي هي شفرة الهيل سايفر وانطاني مفتاح كيف أقوم بعملية التشفير النقطة الأولى عزائي طلبة لعامية التشفير هي أننا نقوم برسم جدول الحروف الخاص بالأبجادية الإنجليزية نقوم برسم الجدول اللي تعودنا دائماً من الرسمة بالمحاضرات السابقة اللي هو كتابة حروف اللغة الإنجليزية بالترتيب وبالتسلسل من الحرف الأول إلى A ثم الB ثم إلى الخرف الأخير اللي هو خرف Z وإعطاء هذه الحروف عزائي طلبة قيمة تبدأ هاي القيم من الصفر بالتسلسل أيضاً حتى الحرف الأخير اللي هو راح يكون قيمته 25 الآن يسلسل نقدر نبدأ من الصفر أو العفو نبدأ من الواحد نقل الجواب اللي كنا دائماً نقوله لا عزيزي ما تقدر تبدأ من الواحد في حالة تبدأ من الواحد راح تفتح كثير من المشاكل أمامك في عملية التشفير فالأفضل دائماً أنه تبدأ بإعطاء الأرقام أو القيم من الصفر حتى الـ 25 الآن ننتقل إلى الخطوة الأخرى عزائي طلبة اللي هي عملية تحويل الكلمة المفتاحية اللي هي المفتاح الثانية كلمة هيل إلى مصفوفة ثنائية أبعادها 2 في 2 يسأل سأل أيضاً يقول ليش المصفوفة هاي أبعادها 2 في 2 لو جئناً لاحظنا عزائي طلبة أنه كلمة هيل تتكون من أربع حروف والجذر التربيعي لهذه الأربع حروف هو 2 فإحنا من خلال الجذر التربيعي راح نعرف أنه هاي المصفوفة أبعادها 2 في 2 في حال كان عدد حروف لمفتاح 9 فإن الجذر التربيعي لـ 9 ثلاثة فإذن المصفوفة ثلاثية في حال كان 16 الجذر التربيعي 4 فبالتالي المصفوفة ربعية وهكذا عزائي طلبة فبعد ما ننشأنا مصفوفة ثنائية تحتويلي على صفين وعامودية نكتب بداخل المصفوفة مواقع أحرف الكلمة المفتاحية الكلمة المفتاحية هيل نكتب مواقع أحرفها كيف تكون العملية الآن مثال إذا كان لدينا الكلمة المفتاحية هيل اللي هي موجودة بالسؤال فيكون تحويلها إلى مصفوفة أرقام بشكل التالي أكتب مصفوفة أرسمان الآن قسمت مصفوف عزاء الطلبة تحتويلي على عامدين وعلى صفين أجي أكتب بداخلها الكلمة المفتاحية من الهسار إلى اليمين أول حرف أكتبه هو حرف الـ H وثم الحرف الثاني لـ I ثم الثالث لـ L ثم بعده اللي هو أيضا حرف الـ L بعد ما كتبت الآن أصبحت عندي مصفوفة حرفية اللي هي تحتويلي على حروف عزاء الطلبة المفتاح يجب أن أقوم بتحويلها إلى مصفوفة أرقام وتحويل هذه الحروف إلى أرقام كيف أقوم بذلك عزاء الطلبة أيضا طريقة سهلة أكتب كل حرف قيمته من الجدول اللي أنا كتبت حرف الـ H قيمته بالجدول 7 فأعوض بدل حرف الـ H 7 حرف الـ I قيمته من الجدول 8 فأعوض بدل الـ I 8 حرف L قيمته من الجدول 11 فأعوض بدل الـ 11 والألة الأخرى نفس العملية عوض بدل 11 الآن انتهينا من عملية تحويل المفتاح إلى مصفوفة أرقام في بعض الأسئلة عزاء الطلبة قد يأتيك المفتاح جاهز عبارة عن مصفوفة أرقام فأنت تستغني عن ذني الخطوطين فيكون عليك هذا أسهل بالحل لكن في حال الطاقية كلمة فهي طريقة تحويله الآن ننتقل للخطوة الثالثة نقسم النص المراد تشفيرا النص اللي طانية أرادني أشفرها وكلمة أتاك ناو أو العفو جملة أتاك ناو قوم بتقسيم هذه الجملة إلى ثناعيات تمام فتصبح كالتالي كل حرفين أقسمهم معا أعضاهم معا فيصبحون ثناعيات حرفين الأولانيات سيصيرين A والT فأضعهم معا ثم T والA ثم C والK أعزاء طلبة أضعهم معا ثم N والO أضعهم معا إذا تلاحظون حرف الW بقى واحدة حرف فحيد فأحنا إيش راح أسوي له؟ راح أضيف له من يمي مثل ما قلنا حرف قيمته تكون قليلة في عملية تشفير ونختار من الحروف الأقل استخداما فأني مثل ما اختارت بالمثال السابق حرف X راح نختار الآن أعزاء طلبة أيضا حرف X وهو حرف نقدر نحلله بسهولة في عملية فك التشفير لاحقا في الفيديو فإضافته ما راح أسبب لنا مشاكل كثيرة فمن الضروري أنه الحرف إذا أبقى عندك بالأخير واحدة نضيف له أي حرف قليل الاستخدام فإحنا الآن ضفنا X للW حتى ما يبقى واحدة ونحول كل ثنائية إلى أرقام حسب موقعها بالأبجدية يعني نفس الخطوة أعزاء طلبة اللي سويناها مع المفتاح راح نعيدها مع هذه الثنائيات نحولها من حروف إلى أرقام تمام فعدنا أول ثنائيات هو ثنائية الأي والتي هذه أول ثنائية أقوم برسمها كالتالي عزاء طلبة على شكل مصوفة ذات عامد واحد وصفة فأضع حرف الأي لحرف الأول فوق وحجوة حرف الت كيف أحولها؟ نفس عملية تحويل المفتاح حرف A قيمته من الجدول 0 وحرف T قيمته من جدول 19 العوان انتهت من تحويل أول ثنائية أنتقل للثنائية اللي بعدها اللي هي عكس الثنائية الأولى TA فرح تكون 19-0 الثنائية اللي بعدها السي والكي أيضا عزاء طلبة أكتب هذا الحرف الأول فوق وثم الكي أسفل عضيه قيمتها من الجدول السي قيمتها الثنية والكي قيمته 10 من الجدول فارطيتها قيمته أنتقل للحرف اللي بعدها حرف ال-N وال-O حرف ال-N عزاء الطلبة قيمته من الجدول 13 حرف ال-O قيمته 14 فأيضا أعطيهن كل واحد قيمته وحرف WLX كذلك رح أنطيهن 22 و23 فالآن انتهينا من عملية تحويل الثنايات إلى أرقام الآن عزاء الطلبة النقطة الرابعة والأخيرة في عملية التشفير اللي هي خسب قانون التشفير احنا أخذنا قانون التشفير بالإستاذ السابق وقلنا يساوي لل-C يساوي لل-Encryption لل-B وهذه العملية تتضمن ضرب المفتاح بال-Plain Text Mode 26 فلانا رح نشرح الآن حسب قانون التشفير نضرب مصفوفة الكلمة المفتاحية اللي هي استخرجناها حين 7-8-11 بكل ثناية ب-Plain Text هذه الثنايات عزاء الطلبة كل واحدة قيمها أمامها والناتج يضرب في Mode 26 وكالتالي أيضا عملية سهلة إن شاء الله والآن نبدأ خطوة خطوة نضرب المفتاح اللي هو استخرجنا 7-8-11 بأول ثناية اللي هي تعتبر البلين Text أو الثناية هي لـ A و T قيمتها 0 و 19 فالآن رح أضرب عزاء الطلبة هذه المصوفة بهذه المصوفة الضرب يكون بصورة سهلة كالتالي 7 عزاء الطلبة العدد الأول أضربه بالصفر العدد الأول 8 العدد الثاني أضربه بالـ 19 العدد الثاني فرح يصير أعدي 7 في صفر زاد 8 في 19 بعمل ترون الخط الأول أو الصف الأول 7 في صفر زاد 8 في 19 الصف الثاني كيف استخرج عزاء الطلبة نفس العملية العدد الأول داعش بما بالعدد الأول اللي هو الصفر فداعش في صفر زاد العدد الثاني اللي هو أيضا داعش في العدد الثاني اللي هو 19 فرح سردي داعش في صفر زاد داعش في 19 عملية ضرب اعتيادية عزاء الطلبة أطلع القيم 7 في صور صفر 7 في داعش أو داعش في صور صفر أيضا 8 في 19 152 داعش في 19 209 فاستخرجت عملية ضرب اعتيادية الآن بعد ما انتهينا من ضرب المفتاح بـ plain text نقوم بضربة بمود 26 فالآن عدي عزاء الطلبة 152 مود 26 و 209 مود 26 مثل ما تعرفون عزاء الطلبة احنا في فيديو المولتبليكاتف سايفر اللي راح أخليكم رابطة في الوصف ما للفيديو حتى شرحنا بكيفية استخراج المود 26 كيف نستخرج مود 26 لأي رقم بصورة سهلة وأيضا عزاء الطلب راح نتعلم بكيف نستخرج المعكوس للمفتاح راح نحتاجها في عملية فك التشفير فالآن عزاء الطلبة راح خليكم رابطة يقدرون تراجعون كيفية حساب المود لكن بصورة سريعة انت اذا تريد تحسب المود عزاء الطلبة مجرد انه 152 ناقص 26 نظل تطرح 152 ناقص 26 ناقص ناقص الان توصل الى عدد هو أصغر من 26 فبعد هاي عملية الطرح الطويلة طبعا احنا شرحنا بالفيديو عملية أسهل من هاي لكن انت تقدر تستخدم هاي عملية الطرح الطويلة راح توصل لعدد 22 اللي هو أصغر من 26 فرح تستخدمه نفسه 209 ايضا عزاء الطلب راح تطرح منها 26 الى ان توصل الى العدد واحد اللي هو أصغر من 26 طبعا العدد واحد هو أول عدد راح توصل له بعد ما تطرح من 26 عزاء الطلبة فبالتالي راح يكون عدي 22 و 1 22 عزاء الطلبة الآن هذا رقم أنا أريد أشفر الى كلمة فعوض بدل الرقم الآن راح أصبح عملية عكسية بدل الرقم راح أعوض حرف شنو الحرف اللي قيمتها من الجدول 22 هو حرف W فالآن راح أسوي المصفوفة عبارة عن كلمة حرف W هو قيمة 22 فعوضت بدل 22 W وحرف الواحد عزاء الطلبة من الجدول هو حرف B فعوضت بدل 1 حرف B الآن حولنا أول ثنائية اللي هي قيمتها أول عفوة حروف A T إلى WB الآن انتهينا من تحويل أول ثنائية عملية التحويل الثانية والثالثة والرابعة عزاء طلبة هي نفس عملية التحويل مجرد أنه عمليات ضرب الآن ننتقل للثنائية اللي بعدها عزاء طلبة الثنائية اللي بعدها هي T والA وقيمتها 19.0 أضربها بالمفتاح هذا المفتاح عندي أضربها في 19.0 اللي هي قيم الثنائية الثانية فالآن عملية ضربة لنا سهلة الرقم الأول 7 في الرقم الأول اللي هو 19 7 في 19 زائد الرقم الثاني ثمانية في الرقم الثاني ثمانية في سفر ننتقل الصف تحته الداعش الرقم الأول زاد دعش في سفر فالآن صارتYeah ستعدي سبعة في سفر ثمانية في سفر دعش دعش في سفر ستكون النتيجة التالية ستعدي سبعة في ستعادش ميتين وتسعة زاد دعش في سفر فسرتعدي murders مود 16 أيضا سنستخرج المودة عزيزا الطلبة المود الخاص بالمية و 33 هو 3 والمود الخاص بالميتين وأتسعى هو الواحد فشنو الحرف اللي قيمت أعزيزا طلبة من الجدول 3 هو حرف D قيمته 3 والحرف أيضا اللي قيمته 1 أخذنا سابقا هو حرف B فمثل ما شوفوا عزيزا طلبة قبلنا بتحويل الثنائية الأخرى اللي هي T A إلى D W نقوم بتشفير الثنائية اللي بعدها اللي هي عزيزا طلبة قيمتهم الاثنين وعشرة اضربهم بمثاح بنفس الطريقة الاول بالاول زاد الثاني بالثاني وثم الصف الثاني الاول بالاول زاد الثاني بالثاني فراح عزاء الطلبة بعد عملية الضرب صار عدي 14 زاد 80 22 زاد 110 فبالتالي راح تطلع ال94 و132 ايضا استخرج هنا المود 16 بالنسبة لل94 وراح تطلع باقي القسمة 132 بالنسبة لل132 فصار عدي 16 و 2 الأعزاء الطلبة اللي هنه حرف 16 اللي هو حرف q و 2 هو حرف c فصار عدي qc بدل أعزاء الطلبة c وال'k الآن ننتقل للحرف اللي بعدها حرف الone والو عزاء الطلبة قيمت هنا 13 و 14 اضربهم أيضا بالجدول الاول بالاول والثاني اعزاء الطلبة بالثاني فعملية زاد بينتين وانتقل للصف الثاني الأول بالاول زاد الثاني بالثاني فلان بعدما رابط لني عزاء الطلبة راح يطلع دي 91 زاد 112 و 134 زاد 153 ب 297 موادل 26 ايضا راح يطيني 21 بداعش وهذا عزاء الطلبة للحرف اللي قيمته 21 هو حرف الفي والحرف اللي قيمته داعش هو حرف الان قمت بتحويل الانولو الى في وال الثنائية الاخيرة عزاء الطلبة هي اللي هي ثنائية ال WX اللي قيمته 22 و 23 إيضا نفس الخطوات طلبة أن عيدها الآول بالآول زاد الثاني بالثاني والدول الآول الثاني بالثاني ثم أعزاء الطلبة نقوم بعملية ضربة اتيادية عملية جمعة اتيادية نستخرج المود لي 338 ولملو الـ 490 فبالتالي 338 راح يطيني ال صفر وال495 راح تطيني الواحد العدس اللي قيمته صفرة عزاء الطلبة هو الحرف اللي قيمته الصفرة هو الحرف الاي والحرف اللي قيمته واحده هو حرف البي فمثل ما شوفون حولنا WX عزاء الطلبة إلى AB فهاي عملية التشفير الآن أقوم بجمع الحروف عزاء الطلبة بالمصفوفات بالترتيب مثل ما أنا بالبداية عزاء الطلبة خليتين بالترتيب أرجع خليني بالترتيب فراحي سرع دي السافر تيكس النص المشفر WBDBQCVLAB فالآن هذا هو عملية التشفير باستخدام شفرة الهيال السافر هي مجرد عملية ضرب اعتيادية عزاء الطلب يعني عملية مطولة لكن بسيطة إن شاء الله الآن ننتقل إلى الجزء المهم اللي هي عملية فك التشفير شفرتها كيف نقوم بفك التشفير عزاء الطلبة أولا قانون فك التشفير مثل ما ذكروا قبل شوي أخذنا هو مضروبا في السافر تيكس لفك التشفير عزاء الطلبة نحتاج إلى إيجاد معكوس مصفوفة المفتاح إحنا مستخرجنا بعملية تشفير مصفوفة المفتاح الآن نحتاج إلى إيجاد معكوس المصفوفة وهذه هي عزاء الطلبة اللي رح تأخذ الوقت كثير يعني طبعا هي سهلة عملية بسيطة إيجاد معكوس لكنها شوي مطولة يعني رح بصد خطوات إحنا نستخرق بها أوقع وقد توجد مصفوفات ليس لها مصفوفة معكوسة يعني مو كل سؤال عزاء الطلبة نقدر إحنا نفك تشفير ببداية لازم نشيك المفتاح هل إلى مصفوفة؟ إذا ما إلى مصفوفة بالتالي ما رح نقدر انفك تشفير فالنقطة الثانية تشرح ذلك تقول لذلك من الضروري بعد اختيار المفتاح يجب التأكد أولا من أن له مصفوفة معكوسة وإن لم يكن له ذلك فلا يمكن فك تشفير الرسالة يعني المفتاح إذا ما لا معكوس ما رح نقدر انفك الرسالة لذلك بعد اختيار المفتاح وتحويله لمصفوفة أرقام نعمل على إيجاد محدد المصفوفة إن كان منعدما يعني إن كان هذا المحدد غير موجود فإن المفتاح غير صالح لذا يجب التأكد من أن محدد مصفوفة المفتاح غير منعدم يعني عزاء الطلبة أول خطوة في عملية إيجاد محكوس المفتاح لازم نلقى شيء اسمه المحدد يجيني سؤال عزاء الطلبة يقول لي الدكريبت 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 الو بي دي بي الى هو نفس القدر الكو مدر الان هدو نسقه بالقليل قمنا بتشفير الرح نقوم بتشفير رح نقوم بفكتشفير نشوف شاكل يطيناني والناتج باستخدام شفرة هيل أين هو مفتاح يسأل سؤال أحد الطلبة يقول في حال ما قال لي هيل سايفر إذا ها ما يقل لك هيل سافر عزيزة طلبي يعني دارات يفدي خلي لك فتفكرة بالسؤال إنه ما يقل لك باستخدام هيل سافر لكن يطيك المفتاح على شكل مصفوفة أي مصفوفة الهيل مصفوفة مفتاح مصفوفة أرقام تلقى هنا راح تعرف إنه بما أنه المفتاح على شكل مصفوفة إذن هاي شفرة هيل فالآن يقل لك نفس العملية عزيزة طلبي هيل سافر عندما يكون المفتاح كلمة هيل إحنا أول شيء عزيزة طلبه شنسوي حتى نطلع لدي تيرميت لازم إحنا بالبداية نحول المفتاح إلى حروف مصفوفة حروف ثم إلى مصفوفة أرقام فنعيد نفس الخطوة الأولى في حاله وضع كل مفتاح جاهز راح تستغني عن هاي الخطوة نقوم برسم جدول حروف الخاص بالأبجدية مثل ما سونا بعملية التشفير كل حروف وضعنا قيمتها بالترتيب ثانيا نقوم بتحويل الكلمة المفتاحية اللي هي لها العزيزة طلاب إلى مصفوفة أبعادها 2 في 2 واشرحنا الاشياء 2 في 2 ثم الكلمة المفتاحية عزيزة تسلسل الأجلية مثال إذا كانت لدينا كلمة مفتاحية هنا فيكون تحويلها مصفوفة أقام بالشكل التالي نفس العملية أنا أسوي مصفوفة ثناية 2 في 2 صفين بعاموديا عزيزة طلبه مجرد أنه أسطر الحروف من اليسار إلى اليمين ثم أحول هذه الحروف من الجدول إلى قيم رقمية فبالتالي صار عدي أنتقل للخطوة الثالثة الخطوة الثالثة اللي هي أقلنا أول شيء احنا يجب إيجاد محدد مصفوفة المفتاح حتى نتأكد هل هذه المصفوفة عزيزة طلبه إلها معكوس أم ما لها معكوس مضروبا في مود 16 تمام كيف نجد المحدد قانون المحدد الديتيرمت عزيزة طلبه اللي هو كي دي تيرمت يقول الديتيرمت للكي يساوي A مضروبا في D ناقص B مضروبا في C مود 26 واحد يقول ها شنا صارت A و D و B و C ذول منه الآن عزيزة طلبه نشرحه عندنا الآن المفتاح مالتنا هذا عزيزة طلبه المفتاح نفسه جبناه خلينا مصفوفة أرقام حرف A عزيزة طلبه هو أول حرف المفتاح حرف B هو ثاني حرف المفتاح حرف C هو الثالث حرف D هو الرابع فمن خلال إذا تجون نشوفون عملية A مضروبا بال D يعني السبعة مضروب بالدعش ناقص B مضروبا في C يعني الثمانية مضروب بالدعش مود 26 فراح تتحول العملية عزيزة طلبه إلى التالي سبعة في دعش ناقص ثمانية في دعش مود 26 هذا العزيزة طلبه رح يطيني سبعة في دعش 77 ناقص ثمانية في دعش 88 إذن رح يكون الناتج سالب دعش مضروبا في مود 26 طبعا احنا تعلمنا كيف نستخرج المود للسالب قلنا عدد أي عدد سالب حتى نستخرج المود ماتة دان ما نقل له ناقص 26 مثل ما تشلنا الحروف العداد الأكبر من 26 هذا عدد جوه صفر فنقول سالب دعش زال 26 فراح تطيني 15 سالب دعش أي عدد سالب عزيزة طلبه الضل تضيف لـ 26 إلى أن يصر عدد موجب فسالب دعش بس جمعته 26 طعا 15 في حال كان سالب 70 رح أنطي 26 رح يطلع لي سالب 30 أيضا رح أنطي 26 إلى أن يصل إلى عدد موجب أول عدد موجب يظهر لي هو هذا عزيزة طلبه المود للعدد الموجود فالآن سالب دعش موجب 26 انطاني 15 عزيزة طلبه وإيضا هذا شرحناه في الفيديوهات السابقة بعد ما استخرجنا الـ الآن وضربناه في مود 26 نستخرج معكوس المحدد لتيرمت انفيرس انتبهوا عزيزة طلبه القانون يحتاج معكوس المفتاح وليس معكوس المحدد يعني أنت الآن رح تستخرج معكوس المحدد في سبيل تصل إلى معكوس المفتاح من خلال هذا المعكوس فبعض الأصدقاء قد يخطأ في عملية استخراج انه بس يستخرج معكوس المحدد يحل بالقانون مباشرة ويظن انه هو هذا معكوس المفتاح فالآن عزيزة طلبه 15 معكوس المفتاح من خلال هذا الجدول اللي أنا سوية الكومية العفو معكوس المحدد من خلال هذا الجدول اللي أنا سوية الكومية عزيزة طلبه الديتيرمنت والمعكوس مادتا كل عدد طبعا موجود الآن عندنا معكوس مادتا فبما أنه المحدد عزيزة طلبه قيمتها 15 فأن المعكوس مادتا رح يكون 7 اللي هو جوار مثل ما يشوفون دي ماينس 1 فإذا كان مثلا المحدد طرع عدنا 9 في المعكوس مادتا 3 إذا كان طرع عدنا 5 في المعكوس 21 اللي أريدها تنتبغوا علي عزيزة طلبه يجب أن يكون المحدد يعني هاي الخطوة الثالثة لازم يطلع المحدد عدد فردي في حال كان المحدد عدد زوجي فأنت المصوفة تقاينة كل هاي المصوفة ما لها معكوس من تحتاج تكمل للحل اللي بعدها بس قبل لها يتأكد هل فعلا أنت قمت بعملية ضرب صحيحة وطلع عليك عدد زوجي أو قمت بالتعويض بالمواتف بصورة صحيحة وطلع عليك عدد زوجي فإذا طلع المحدد عدد زوجي يعني هاي المصوفة ما لها معكوس فبالتالي تلغي الشفرة وهي الشفرة غير قابلة لفك التشفير ثانيا إذا طلع عندك عدد فردي عزيزة طلبه أيضا لازم تتبه أنه المود 26 تلقاين راح يسوي جوه 26 فمثل ما شوف آخر عدد فردي عدنا احنا هو 25 باعتبار أنه المود راح يقلص أي عدد مهما كانت مرتبته 11 مئات ولوف راح يقلص مرتبته هاي يوصلها للمرتبة العشرية اللي هي قيمة تجوه 16 فالآن عزيزة طلبه 15 احنا عدنا من هذا الجدول الـ 15 المحدد ماتة 7 هو نفسه الجدول الخاص بالكينفيرس اللي أخذناه بالمولتبيكاتف سايفر وفي ذلك الوقت آهني شرحت عزيزة طلبه في فيديو المولتبيكاتف هو نفس الفيديو اللي راح أخليلكم ياه اشرحت كيفية إيجاد هذا الجدول يعني آني الـ 15 وشلون صار السبعة فموجودة أيضا من خلال أنه لازم أثبت أنه جي سي دي بين الثيرمنت وبين الـ N اللي هي 16 لازم يكون واحد بعد ما أثبت أنه جي سي دي واحد لازم أقوم بعملية تحويل الـ 15 إلى 7 من خلال إيجاد الجي سي دي فعزيزة طلبه هذا الشيء موجود بالمولتبيكاتف سايفر تقدروني تشوفه لكن أنت تقدر تحفظ هذا الجدول بدون ما تطب التعقيد هذه وطول الموضوع عليك تحفظ هذا الجدول عزيزة طلبه لأنه ما يقدر يجيب لك أي رقم غير هاي الأرقام في حال إيجاك أي رقم غير هاي الأرقام عزيزة طلبه الشفرة غير قابلة لفك التشفير فأنت تحفظ الـ 15-7-19-19 وهكذا الآن أجدنا معكوس المخدد بعد إيجاد معكوس المخدد عزيزة طلبه ننتقل للخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها خامسا نستخرج المصوفة المصاحبة للمفتاح الآن اللي هي الـ Adject Matrix هذه المصوفة عزيزة طلبه المصاحبة وبعض الأحيان تسمى المصفوفة المساعدة كيف نستخرجها؟ الـ AdG يساوي عزيزة طلبه D سالب B سالب C A حسنا D وسالب B ومين نجيبهن لني؟ احنا مثل ما قلنا عزيزة طلبه هذا المفتاح مالتنا مصوفة المفتاح 7-8-11-11 هي نفس المصوفة اللي استخرجناها بالبداية ومثل ما قلنا الحرف الأول هو حرف A والثاني B وهو C والثالث والرابع D عزيزة طلبه على حسب القانون أخلي D بدل A وأخلي A موقعها بدل D والB والC أخلي الهن سالب فالآن سيصير أمامنا عزيزة طلبه D سيصير هنا مكانها بالبداية 10 الـ 8 سيصير سالب الـ 10 سيصير سالب والـ A سيصير سالب وإنه ستأخذ مكان D فالآن عزيزة طلبه وجدنا المصوفة المساعدة بكل سهولة بعدما وجدنا المصوفة المساعدة وبعدما صار عندنا معكوس المفتاح عزيزة طلبه العفو كان عندنا استخرجنا احنا بالنقطة الرابعة معكوس المحدد وصار عندنا الآن الـ ADG المصوفة المساعدة الآن نقدم نستخرج معكوس المفتاح كيف نستخرج معكوس المفتاح بضرب معكوس المحدد اللي هو استخرجنا قيمته 7 D سالب 1 بالمصوفة المساعدة اللي هي هذه المصوفة عزيزة طلبه والمصوفة الناتجة اللي راح تطلع المصوفة من عملية الضرب أيضا تضرب بمود 16 كيف يكون الحل عزيزة طلبه الآن key inverse يساوي D-1 معكوس المحدد مضروبا في المصوفة المساعدة مضروبا في مود 16 تمام الآن عندي المحدد المعكوس ما تستخرجنا 7 المصوفة المساعدة هاي ويها عزيزة طلبه اللي هي داعش سالب 8 سالب داعش 7 أيضا أضربها في 7 في مود 16 تمام الآن عزيزة طلبه السبعة كيف نضربها في مصوفة هو رقم صحيح نضرب عزيزة طلبه 7 في داعش نقول و7 في سالب 8 و7 في داعش سالب داعش و7 في 7 يعني عدد هذا رح يدخل على جميع العداد الموجودة داخل المصوفة في مود 26 رح يصير كالتالي 7 في داعش 77 7 في سالب 8 سالب 56 7 في سالب داعش سالب 77 و7 في سالب 47 مود 26 نستخرج المود المود عزيزة طلبه لل77 هو 25 والمود لل 56 سالب 56 هو 22 والمود للسالب 77 هو 1 والمود عزيزة طلبه لل 49 هو 23 فالآن هاي المصوفة عزيزة طلبه هاي المصوفة هي يعني الآن إحنا استخرجنا مجرد أنه نضربها بالثنائيات الموجودة بالأحرف ما للنص المشفر راح ننصر لعملية فك التشفير كيف يكون الآن بعد ما وصلنا لها نقول بعد الحصول على المصوفة المحكوسة للمفتاح نأخذ النص المشفر ونقسمها إلى ثنائيات على شكل المصفوفات نفس العملية راح نعيدها وين النص المشفر عزيزة طلبه النص المشفر شنو WD DBQC VLAB فالآن عزيزة طلبه ثنائيات النص المشفر WDXL1 DB1 QC1 VL1 AB1 الآن بعد ما قسمتهم أحولهم إلى مصوفة أرقام فالعزيزة طلبه شنو أحولهم لازم أخذ قيمهم مين عزيزة طلبه من الجدول اللي نحن سوينها بالبدال فالآن WB هي عبارة عن أول ثنائية قيمة W عزيزة طلبه من الجدول 22 والB قيمته من الجدول 1 فرح أصر لدي 22 بواحد الثنائية الأخرى DB D قيمته 3 والB قيمته 1 فصلاح أحدي 3 بواحد الثنائية الأخرى اللي هي QC لQC عزيزة طلبه قيمة Q 16 وقيمة C 2 فرح أصر لدي 16 و 2 الثنائية الأخرى اللي هي قيمته 21 بداعش والAB أيضا عزيزة طلبه 0 بواحد الآن بعد ما انتهينا من تحويل الثنائيات إلى مصوفات الأرقام ثامنا حسب قانون فك التشفير عزيزة طلبه راح نقوم بعملية فك تشفير النص من خلال ضرب معكوس المفتاح اللي هذا استخرجناه عزيزة طلبه باللون الأحمر هذه المصوفة هي معكوس مصوفة معكوس المفتاح مضربا في سافر تيكست في الثنائيات الموجودة عدنا لتمثل النص المشفر مود الآن اللي هي 26 الخطوة الأخيرة هذه هي عزيزة طلبه الثاني نضرب محكوس المصوفة المفتاح نعيدها مرة أخرى في كل ثنائية اللي هي سافر تيكست والناتج يضرب في مود الستة وعشرين وكالثاني تمام ننتقل للخطوة الأخيرة الآن عدي الجدول ماتي دائما هذا يكون وياي عزيزة طلبه لأنه أنا في حال تحويل بين الأرقام دائما راح نستخدمه هاي الثنائيات اللي اكتبناها استونا الخاصة بعملية بالنص المشفر الآن انتقل هذا المفتاح عزيزة طلبه بعد ما استخرجنا المحكوس هو 25 22 1 23 أضرب بأول ثنائية اللي هي ثنائية ال WB الآن قيمة ال WB عزيزة طلبه قيمة ال W 22 وقيمة ال B 1 فأقوم بعملية ضرب اعتيادية نفس عملية الضرب اللي سوناها بعملية التشفير الأول بالأول الثاني بالثاني إذن 25 في 22 زاد 22 في 1 الآن أنتقل للصف اللي جوا عزيزة طلبه عندي الأول ال 1 في 22 في الأول زاد الثاني في الثاني اللي هي 23 في 1 فرح أصر عدي 25 في 22 زاد 22 في 1 1 في 22 زاد 23 في 1 عملية ضرب اعتيادية عزيزة طلبه رح أطلع لي 25 في 22 550 22 في 1 نفسها 1 في 22 نفسها 23 في 1 أيضا نفسها أقوم بعملية جمعة اعتيادية أستخرجني المود عزيزة طلبه مود 16 572 المود مالة 0 وال45 المود مالة 19 فالآن أجي أحول هذه المصوفة من القام إلى حروف حتى أشوف هذا النص المشفر عزيزة طلبه يا حروف رح يطيني فللي قيمة 0 هو حرف A واللي قيمة 19 هو حرف T أذن صار عدنا AT مثل ما تشوفون WB عزيزة طلبه الثنائية الأولى في عملية بعد عملية فكتشفيرها صارت AT ننتقل للثنائية اللي بعد اللي هي DB DB عزيزة طلبه قيمة هنشكت قيمة ثلاثة وواحد فأنا أضربهن في نفس المفتاح الأول بالأول زائد الثاني في الثاني الأول بالأول زائد الثاني في الثاني رح تطيني هاي القيم هاي القيم أقوم بعمل ضربة اعتيادية لها الآن أجمعها رح تطيني 97 و22 و26 الآن مودة 26 رح 97 يكون مودة 19 وال26 يكون مودة 0 فلآن عزيزة طلبه مثل ما شوفون هي كانت عكس الثنائية اللي قبلها فالتطني TA الآن أنتقل العزيزة طلبه للثنائية اللي بعدها اللي هي الـ QC 16 و2 الآن أضرب المفتاح فيه 16 و2 أيضا الأول 25 فيه 16 زائد 22 فيه 2 وأيضا 1 فيه 16 زائد 23 فيه 2 فمثل ما شوفون عملية ضربة اعتيادية مثل ما تعودنا لها جمع اعتيادي 444 و62 مود 26 عزيزة طلبه رح يكون عدي ناتج 2 10 الآن شنو الحرف اللي قيمتها 2 الحرف اللي قيمتها حرف C شنو الحرف اللي قيمتها 10 هو حرف الك فالآن تحول عدي العزيزة طلبه الـ QC تحول عدي إلى C K أنتقل للثنائية الرابعة اللي هي الـ VL القيمتها 21 بداعش أيضا ضرب اعتيادي عزيزة طلبه جمع اعتيادي أيضا أستخرج المود اللي هي 764 والـ 274 راح تكون عزيزة طلبه 13 بـ 14 المود مود الـ 764 13 ومود الـ 274 راح يكون 14 فبالتالي عزيزة طلبه أستخرج أحروف هذه القيم 13 اللي هي N والـ 14 اللي هي O فصارت N O أنتقل للثنائية الأخيرة قيمتها 0 اللي هي A والB أضرب فيها المفتاح اللي هو راح يكون عزيزة طلبه الأول في الأول زاد الثاني في الثاني والأول في الأول زاد الثاني في الثاني فبالتالي عزيزة طلبه راح تكون 25 فيه 0 زاد 22 فيه 1 و 1 فيه 0 زاد 23 فيه 1 أيضا عملية ضرب عتيادية عملية جمعة عتيادية مود الـ 26 عزيزة طلبه راح تضطيني 22 ي Lei باعتبار أنو هي اصغر من 26 نحط نطي نفسها و 23 باعتبار هي اصغر من 26 نحط نطي نفسها وهي قاعدة عامة احنا ما اخذيها كل عدد ما عدا العداد اللي تحته الصفر والصفر نفسها كل عدد هو مود 26 راح يطي نفسها اللي هي اقل من 26 الان 22 هي قيمة حرف ال W وال23 هي قيمة حرف ال X فالان انتهيت من عملية ضرب جميع الثنائيات من افتاحها الزاد طلبها صار تعدي الان فالان اعزائي الطلبة لو قمنا بترتيب هذه الحروف من الاعلى الى الاسفل فرح تطينا النص التالي لبلين تيكست النص الاعتيادي راح يكون اتاك ناو X لو اجد حللت هذا النص عزائي الطلبة حتى تأكد من معناه هل هو فعلا النص الاعتيادي راح يجد انه كلمة اتاك ناو لها معناه لكن ال X هو مضاف ليش لانه ما الى نحن مع الكلمات الاخرى فاحنا نعرف تلقائيا انه ممكن اضافة دومي في شفرة الهيل سايفر في عملية التشفير فقط لجعل جميع الحروف ثنائية للحصول على الثنائيات فراح اتيقن انه هذا ال X تم اضافته وليس هو من اصل النص فراح يكون عندي الفاينال بلاين تيكست عزائي الطلبة هي كلمة اتاك ناو بعد حدث حرف ال X فهاي عملية التشفير وفك التشفير باستخدام شفرة الهيل سايفر اتمنى تكونوا استفاديتوا من الفيديو اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى لنتم فريعة الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة